اول سؤال وصلنا على صفحتنا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مشكلة ابي وامي ناس كبار السن وانا واخواتي بنروح عندهم ونخدمهم والكلام ده من زمان المشكلة انهم بيفرقوا بنا في المعاملة والاهتمام انا بزعل من كده ومش عارف اعمل ايه السؤال ده بيتكرر كتير اوي 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 والسؤال ده اسمحوني نتناوله بشكل تاني خالص التناول بشكل تاني خالص الكلام في التسويم بين الاولاد في المعاملة ده كلام للاباء والامهات لكن الكلام لاولادي بقى اللي امه بيكلموني دلوقتي احنا كبرنا واضح ان احنا عندنا احنا بنروح لهم مش كده لما بنروح لهم يبقى احنا عندنا حياتنا المستقلة بنروح عندهم يعني انا بقى عندي حياة يعني انا كبرت كبرت وعارف ان في بعض الاحيين ان الاباء والامهات بيتعاملوا بمقدر ثقافتهم بمقدر وعيهم كمان بمقدر ما الاولاد بيغزلوا بعض احتياجاتهم فدي حالة شوية تن تلاتة متعلقة بالاواق والامهات تمام طب او يا امي لو كانوا ما بيعملوا ناس زي بعض وببعض الاحيين بيبقى الانسان حساس فشايف دايما ان الكلام الحلو بيبقى لفلان لان فلان ماذا لو كلموا بيجري في الكلام وبيتحكوا مع بعض ويبستوا لكن انا لما بيجريني في الكلام انا بقول ان انا والله انا راجل حقاني ومحبش ان هم يقولوا كلامه غلط فانا بقى قدامهم فكنت بدافع عن خلتي وبدفع عن عمتي وبدفع عن عمي وبدفع عنهم كلهم طب كويس هم بقى حاسوا انك انت بتنقص منهم او بتعمليهم بشدة فقرروا ببساطة انهم يبقى عادتهم مع فلانا اكتر وبيضحكوهم مع فلانا اكتر وبيحبوها اكتر انت بتخليش المسألة بقى يعني انا عشان بقولي الحق ما يحبونيش انا لو ان انا بتعامل معاهم بان انا بسعيدهم انهم يبقوا ناس كويسين لا يختابوا ولا ينموا يحبوا الشخص اللي هو هجاس وبيلعب ومعرفش ايه ومش وما بيلتزمش بالمعايير الاخرقية ويسيبوني انا لا ده مصح هي دي مصح الناس في الحقيقة قلوب بتميل الى بعض والناس في الحقيقة مشاعر بتنجذب الى بعض ده جرى على ابوك وامك صحيح هم مفروض ان هم يحاول بقدر الامكان ان هو يساوه بينكم بس لو ما حصلش ده ايه اللي حاصل لو ما حصلش ده يفضل وانجا هداك على ان تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعهمه وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني ايه؟ يعني ببساطة وبيصر خالص 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 في الحقيقة انا ما عنديش حق ان انا ازعل بهذه الطريقة ليه؟ اذا اردت ان تقتل انسانا فماذا؟ فاعلمه ان يعيش في سجن المقارنة ايه ده؟ يعني ايه اللي حاصل؟ يعني كلامي ليكي لحضرتك مش كلامي لولدك والدتك خرج المقارنة من حياتك لو انت عايزت تعيشي سعيدة عنية تشوفه نعمة ربنا وخرجي من المقارنة ازاي يعني؟ اه خرجي من المقارنة لو مخرجتش من المقارنة ايه اللي هيحصل؟ هتضماري حياتك هتضماري حياتك على الله شيء انت ريكي رزق والكم اللي ربنا وضعه في قلب والدك والدتك من حب ليكي ده رزق استمتعي بهذا الرزق وكبريه استثمريه مش تقولي ده رزق ليه لا استثمري هذا الحب وكبريه واي شيء في جمال 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 وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس يعني ارضى بما قسمه لك خذ ما قسم الله لك وعظمه واستثمره خذي شوية الحب اللي بتدهلك والدك والدتك وعظميه وكبريه ومستثمريه لكن دور ما انت بتقرني ما بينك وبين اخواتك ده غلط دايما على فكرة احنا انتشر في مجتمعنا ان احنا نجي نعمل ايه لما واحد يجي يقولك ده ابوي وامي فرقوا بيننا ومعرفش ايه فانت تروح تشاحن الاولاد وانتوا عندكم حق واما كانوا غلطانين ومفروض ما امروش كده لا الكلام ده يتقلل ابو والام ما تقولوش للاولاد لان فيه خطاب مسألة انت سوية ما بين الاولاد عشان يكونوا سواء في البر زي ما حدث النبي قال اتريدوا ان يكون لك في البر سواء سواء بين اولادكم فالتسوية ما بين الاولاد توجه للاباء مش توجه للابناء فتوجر صدرهم اكتر اما الابناء فخليهم يشيروا من دماغهم المقارنة ايه ده هو الكلام بيبقى كده اه طبعا هي دي هي دي مهنة الافتاء هي ده الشغل الصادق لما حد يجي لك ترى فين مكانته ومكانته في مكانة الابن اللي المفروض يعمل ايه يبر ابوه امه طب ايه اللي واجعه ما تسيبوش بقى هو موجوع ايه الاصل اللي واجعه المقارنة فعلموا ان المقارنة مهلكة انت لما تقارن حالك بالناس دايما هتهلك في فرق ان انت تأخذ من ماذا انت لا تقارن حالا انا اقصد مقارنة حالي ان انا اشوف انا قدي ايه الناس عندهم وانا ما عنديش دي مهلكة لكن ان تقارن حالك بمعنى الانتفاع باحوال الناس لا دي اسمه تعلم دي اسمه ايه نظر وتأمل دي اسمه ايه تفكر يبقى يدخل فيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فيه اه يتفكرون فيه اه دواب يتفكر لكن المقارنة دي ليس من شيمة اهل الصلاح اهل الصلاح ما يقارنوش بنفسهم لان اهل الصلاح عارفين ان ربنا بيعاملهم لهم هم بذاتهم كده كل واحد ربنا سبحانه تعالى بيعاملوا بمفرده كده فهو ما يقارنش نفسه عشان ايهلك فالكلام ده مهم جدا جدا في مسألة المقارنة فرأيي تخلصت من ثقافة المقارنة دي خالص لما تخلصت من ثقافة المقارنة دي هتلاقي نفسك هديت وهتلاقي الوالد والوالدة ايه اللي حاصل ابتدوا يحسوا بان فيه شيء تغير فتبتدي علاقتهم تتغير معك اشتركوا في القناة